نعم المشاهدين الآن مع الشيف وداد وأيضا الشيف غدي أهلاً وسهلاً فيكم أهلاً وسهلاً أهلاً فيك نورين بوجودكم شيف وداد اليوم شيف مجهزة لنا في الموضوع يحتاج تركيز تركيز ومتابعة شوي دقيقة لأنه هيدا شيء كتير ممتع مثل ما قلنا تحضير الخميرة الطبيعية بالبيت الأزمة اللي ما رأنا فيها كلنا خلقت نقص بالخميرة فهلأ عم نعمل خميرة طبيعية بدي أقول بس ملاحظة أنه في كتير ناس جربوا يعملوها نجحي وفي كتير ناس جربوا هالتجربة وما زبطت في كتير عادي أنه ما تزبط من أول مرة المحاولة والتكرار بيخلوا الخميرة تطلع رائعة بدي أحكي شوي عن تاريخ الخميرة الخميرة كانت تستعمل أولاً المصريين استعملوها بالعصور والكورون الوسطى وبعدين تقلت لأوروبا ووصلت لأميركا تقريباً بالألف وثمانمية وخمسين ليش كانوا يستعملوها لأنه هيدا النوع من الخميرة بيهد الخبز ثلاث أربعة أيام ما بينتزع وهيدا خميرة كتير صحية مقارنة بالخميرة الكيميائية اللي منشتريها من السوق كيف منحضر الخميرة الطبيعية أنا جبت معي هاي الخميرة صار اللي عم بشتغل عليها تقريباً ثلاثة شهور في ناس عندهم خميرة إلى السنين أكتر خميرة معمرة بالعالم حسب ويكيبيديا صار لها مية واثنينة وعشرين سنة عايشة يعني بيعملوها فيدنج هلا أنا تأرجيكم بسرعة كيف بحضر الخميرة الطبيعية منستعمل الطحين أمحة كاملة خمسين جرام فيكن تعملوا ميتة جرام الكمية اللي بدكن ياها المهم يكون كمية الطحين متساوية مع كمية الماي يعني هون أنا عندي خمسين جرام طحين هحط معن خمسين جرام ماي أو مليليتر ماي وبخلطن مع بعضن عملية كتير سهلة المهم إنه نغزة الخميرة كل يوم بنفس الوقت أو كل 12 ساعة فالعوامل الأساسية لنجاح الخميرة الطبيعية هي الوقت الانتزام درجة الحرارة التغذية وتنشيط الخميرة شو يعني تنشيط الخميرة يعني إذا حطينيها مثلا بالبراد بعد ما تتخمر مثلا هيدا إذا أنا ما بدي عوزة اللي عندي جاهزة ممكن أقدر حطها بالبراد كل يومين تلاتة بنشطة بغزيها وإذا بدي استعملها كيف نشطها وغزيها نشطها غزيها يعني بحطلة كل يوم نفس الكمية يلي عملتها زيدها يعني هلأ أنا هيدا عندي الخميرة يلي عم حضر واحدة جديدة عم حطها بوعاء مرتبين يستحسن أنه يكون من الأزاز معقام ونضيف أوكي ما بدي غطيها كتير لحتى الضلة تاخد شوية هوا لحتى تتفعل وبحط مغيطة لحتى أعرف وين وين واصل عملية طويلة تاخد بين سبتعش عنا هيدا العجين نحن بلشنا بتحضير العجين الصبح كيف نستغني عن هيدا السلة الخاصة بالخبز كمان بدي قول شغلي أنا بستعمل حديد الفونت لحتى أخبز فيها أخبز بهذه بهذه التناجر أو هاي أو هاي أو كي كمان يمكن تقولولي المشاهدين أو مشاهدات ما عنا هني شو فينا نستعمل المهم أي طنجرة أو وعاقة زيز يقدر يدخل للفرن يعني ما يكون له فيه بلاستيك أوكي وبيتحمل حرارة لأنه نحن بدنا حرارة تقريبا 240 درجة مئوية لحتى أن تتلع الخبز ناجح أوكي هلا مثل ما قلنا نحن بلشنا نحضر العجين من الخميرة الطبيعية هحط لكم مقادير أو ما بعف إذا ما رأوا مقادير تحضير العجين على الهوى ما رأوا هو اللوفين يلي هو التنشيط الخميرة يلي بتنضاف للعجينة هلا يلي عنده أئي سؤال العجين الأساسي هذي كمان محطوط عليها خميرة هذي محطوط فيها خميرة هاي حطينا فيها خميرة حطينا فيها شيء اسمه اللوفين يلي هو التنشيط الخميرة يلي هو الخميرة الطبيعية مع تحين إضافة وماي نشطنيهون تقريبا ثلاث أربع ساعات وضفنيهون لالتحين والماي وشوية ملح وصار عنا هيدا العجين هلا هيدا العجين من تقريبا تلت ساعة حطيناهون على الكاونتر لي نشف شوي ونقدر نشتغيل فيه هلا أنا وغادي كل واحد رح ياخد نكهة أي نكهة بدك تعم أنا هاخد نكهة الزيتون أوكي وأنا هاعمل الطماطم المجففة مع الزعتر الأخضر وشوية أعشاب ونأرجيكم كيف نحشيها منطبقة ورح نحطها بالبراد لتتخمر لبكرة ونأرجيكم بالوصلة الثانية كيف تطلع عنا النتيجة أوكي الخطوة الأولى هي رح ناخد الطحين نحطه على العجين لحتى نقدر نحرك العجين لازم نتأكد ما يلزق فهي الخطوة كتير أساسية أوكي وهلا رح نبلش نحرك بهي الطريقة لنقدر نشيل العجين عن الكاونتر وما يلزق أوكي هلا هادي ما عليش ضروري تجيبوها إذا ما عندكم إياها فيكم تستعملوا المشحافية اللي مثلا بتشيلوا في الكنافة كمان ممكن بس بتكون شوية العملية أصعب أوكي بهي الطريقة بدنا ننتبه لأنه في فقاعات الهواء يلي تكونت معنا أثناء تحضير العجين أوكي ما بدنا إياها تروح ما بدنا نخسرها كرميل هيك بدنا نكون كتير دقيقين العجينة إذا بتشوفه أطنية كتير أوكي وبدنا نحافظ على هيدا التكستشر كرميل هيك بدنا نكون كتير دقيقين بالشغل فيها أوكي فأنا خطرت أعمل بالطماطم المجففة فيكم كمان مش ضروري تحطولها شي بس ما بتستغنوا عن طريقة اللف طريقة اللف لازم تكون موجودة دايما أوكي سو هيدا التماطم أي نكهب تحب أنا معاك بالشو أي نكهب المجففة هدى هدى شو بتحب هدى هدى أي نكهب زيتون أي أنا زيتون زيتون وصراحة هنيك هود يعني قاعدة تعلمين أولدك متجهزين للمستقبل زوج تبتم بسط عليك أكيد وأنا كتير مبسوطة في عن جد عم يعمل شغل كتير حلو عم ضيف الزعتر لبري وعم ضيف شوية أعشاب مشكلة جيفة كمان بتعطي نكهة كتير طيبة هلأ الخطوة الثانية هي كيف بدي لف العجين لقدر حطه بالسلة ليتخمر تقريبا 16 ساعة هلأ شوفوا كيف العملية شوي دقيقة منروح من تحت لهون أوكي منسكرها هلأ من الشمال لليمين أوكي منسكر هيك من اليمين للشمال بعدين من فوق لهون هايدي اللوكينج طبع الخبزة أوكي وبعدين منلفها هيك فيك تعمل إذا بدك يا سلام يا سلام أوكي وهلأ بدنا نقفلها هايدي كتير مهمة هايدي الخطوة هلأ أنا لأنه بدي حطة بسلة طويلة هايدي السلة بدي أفلها بطريقة هيك أوكي لو لف بلف فلف أوكي هايدي الخطوة مهمة هلأ بدنا نرش السلة بكتير من الطحين لحتى ما تلزق أوكي وبدنا نترك ألنا فيها فترة من مينموم 12 ساعة أنا بفضل 16 ساعة بس بدنا ننتبه إنه ما نعمل أوفر بروفينج يعني نخليها بالبراد فترة أطول كأنه كل شيء زايد بيصير خي ناقص يعني ما لازم نخليها كتير ولازم براد لازم براد فيك تساعدني بس براش لنكسب الوقت لازم بالبراد إي عملية التخمير بتكون كتير أفضل أوكي وشوي هون تانكيو طيب هلأ بدنا نحطها بالسلة مثل البيبي يعني ها أوكي وبدنا نقفلها هي هيك منتجة للبيبي إجزاكتلي منقفلها هيك أوكي يلا وهلأ هاي دي عجينتنا صارت جاهزة لتدخل على الفرن بدي رش شوية تطحين على الوج هي هاي دي صنع الخبز شي متعة يعني بس بلش فيها في اختصاصات يعني فقط في ناس تختص مية بالمية في ناس تختص بالخبز هلأ منسكرها منحطها بكيس نيلون منخلي فيها شوية هوا لتقدر تتنفس وما تلزق النيلون عليها ومندخلها على البراد مثل ما قلنا ومخبض ليش واحدة استخدمتوا فيها قماش واحدة على عادي الوضع نحن عم نارجي انه اذا ما عنا هاي دي السلة نقدر نستعمل سلة عادية ما عليك ماش سمع بثلاجة من 12 الى من 12 الى 16 ساعة ماكسيمم من نخبزها بوحدة من هود التناجير هاي دي لزم تكون كتير حامية يعني مندخلها على الفرن قديش مندخلها مندخلها خمسة وعشرين ديئة مع الغطة عليها وعشرين ديئة بل الغطة اه وكم درجة الحرارة لتفرن ميتان وسبعين بعدين نرجع بعدين بتوتى الحرارة للميتان وعشرين بعد ما تكشف حال اوكي سو هاي دي الخبز عنا بلش يجهاز لندخله على البراد بالوصلة الثانية منبلش بي تطيع من ارجيكم الخبز احنا بعد شوين نشوف المرحلة ما بعد الخبز واحنا جدا سايدين بتواجدك بدي نورتنا اليوم حبيب شكرا شكرا لك شاء الله التوفيق وشاء الله تكون من احسن شيفس يعني بالشرق الاوسط والعالم شكرا شكرا شكرا